أحسن الله لكم صاحبة صغيلة وهذا صاحب يقول إبتالي الله عز وجل بفأوية دوعة حيث يقع ما أولفه مثل ما هو حيث أقوم أولا بداية التأويل فأذكر صاحب رؤية بالله ولكن أجد في نفسي حرجهم التأوية دوعة على أنها لا تقع مثل ما فيه بإذن الله السؤال هل أستمر في نفسي المسلمين للتأويل أو أتوقف وإذا توقفت هل يعتبر هذا من أثنان العلم أفيدون وقفكم الله هذا ليس لك عن المسلمين بل هذا مما يقتح عند المسلمين المساول والشكوك ولا ينقل للإنسان يمتحن هذه النجم ويتفرأ ويتفضل أتفل التنزلات في الأحلام كما يتعلم بعض الجهال لا تعمل هذا ولا تتمر عليه لكن إذا حصل بعض الأحيان شيء عارف وأول فهم بالغير تتعاطى هذه المهنة وتعرف فيها فلا بحث أما أن هيئة نفسك لهذه السن وتفتح جاوية في الجرائي أو في الجاعة أو في الجاعة قلبين في بيت المعبّلين فهذا أمر لا يفعل لأن فيه وتعبيره يا أغلبهم تخرط لا أبعد عنه تخرط من المعبّلين قد يصيب وقد لا يصيب ليس هذا من العلم وليس هو من كثمان عنه ليس إذا لم تلعته من كثمان عنه وإلا ما هو من الابتعاد عنه عن هذه المهنة الحالية